أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنها أحد أعظم المشروعات في تاريخ الدولة المصرية وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإسبوعية أعرب مدبولي عن سعادته لحضوره الاستفاف الخاص بالمبادرة مع عدد من الوزراء كما توجه أيضا مدبولي بالشكر لجميع الجهات التي سهمت وشاركت في تنظيم هذا الحدث وأكدت تجهيز لانطلاقه وانطلاقة هذا المشروع الكبير مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة سوف تغير حياة نحو 60 مليون مواطن في الريف بمشروعات تصل تكلفتها لنحو 700 مليار جنيه كما أشاد أيضا مدبولي بالحدث الكبير الذي كان به جميع المصريون فخورون وأيضا تم افتتاح قاعدة الثالث من يوليو معكدا أن قاعدة تضاف لقدرات الدولة في إطار رؤية شاملة لقيادة السياسية